إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرٍ عظيم فقال الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد يوم القيامة وفي رواية يحشر الله الناس يوم القيامة عراتاً غرلاً بهماء فقال الصحابة رضوان الله عليهم وما بهماً يا رسول الله يعني نعرف العراه وهم الذين لا لباس عليهم ونعرف الغرلا وهم الذين لم يختنوا لكن ما معنى بهماء فقال صلى الله عليه وسلم ليس معهم شيء الإنسان يأتي يوم القيامة ضعيفة ليس معه شيء ليس معه ناصر ليس معه مال من أمور الدنيا يأتي ليس معه شيء ثم ينادي يعني الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قالوا وكيف يا رسول الله ونحن نأتي عراتا غرلا بهما فقال صلى الله عليه وسلم الحسنات والسيئات الله أكبر حتى أهل النار يقتص لهم من أهل الجنة لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى يقصه الله منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى يقصه منه فكيف بحقوق المؤمنين لا شك أن الأمر عظيم